الكرة الارجنتينية ويقال يعني ان اللي سبقونا شوية في الفرجة على الكرة والمتابعة بيقولوا ان ماريو كامبس كان واحد برضو من الفلاتات اللي قدمتها الارجنتين بس انا متفرجتش على كرة كتير لي لكن اللي انا فتحت عيني عليه ديجو ارماندو وماردونا واللي شفناه وما زلنا بنتابعه لغاية الوقت هي وليين الميسي خلييني اقول لحضراتكم انه طبعا وفاة ماردونا يعني كانت صدمة كبيرة جدا لكل عشاء الكرة في العالم كله واللي يمكن زود الموضوع اكتر شوية حالة الغموض وحالة الملابسات او الملابسات اللي صحبت حالة الوفاء الكلام على التهمات والكلام على انه طبيب النجم الارجنتيني كان تسبب في وفاته قصد او دون قصد ده اللي احنا مش عارفينه بشكل كبير جدا كلام كمان على ميسي وعلى مصيره وخصوصا بعد الكبوات اللي حصل في الفترة الاخيرة مع البرسا سواء في نهاية شامبينز ليج النسخة الاخيرة وخسارتهم 8-2 امام البرن او حتى البداية الصعبة والضعيفة جدا للبرسا على مستوى الدوري المحلي على مستوى الليج الاسباني وعلى مستوى كمان دوري ابطال اوروبا رغم تأهله لكن احنا متكلم على خسارة صعبة جدا مبارح امام اليوفي من خلال تقناية الفيديو كونفرنس هيكون معنا من الارجنتين الصحفي الارجنتيني فرانكو مينا اللي طبعا هنتكلم معاه على الاستورتين بداية فرانكو بحب ارحب بك على شاشة الاهلي في السادسة اهلا بك معنا اهلا بكم جميع انه من دواعي سروري ان اكون معكم هنا في مصر كل عشاء كرة القدم في كل انحاء العالم الحقيقة يمكن صدموا بوفاة الاستورة الارجنتينية ديجو ارماندو مارادونا لكن بتصور كمان ان رد الفعل داخل الارجنتين كان مضاعف يريد توصف لنا ازاي استقبلتوا الخبر ده و ايه اهم ردود الافعال اللي رصدتوها في الارجنتين بالفعل هذا ما حدث بالفعل نعرف ان الجميع في العالم قد تمكن من قلبيه الحزن بال الاحزان لموت مارادونا ليس فقط لانه ارجنتيني لكنه احد اساطير كرة القدم وليس فقط على مستوى كرة القدم الارجنتيني لكن مارادونا في الارجنتين لا نعتبره فقط لاعبا لكرة القدم هو بالفعل لاعب اسطوري هو بالفعل لاعب فذ لكنه ايضا على المستوى الشخصي شخص يحبه الجميع حتى خارج ملاعب كرة القدم كان دائما مع الجميع في الامور السياسية والامور الاقتصادية والامور الاجتماعية يمكن ان نتحدث عن مارادونا كشخص قد حياة اسطورية كما لو كانت فيلما سينمائيا كما لو كانت مصرحية من مصرحيات المآسي القديمة هذا الرجل الذي كان يقوم ويقع كان ينجح ويفشل كانت قصة حياة عيضة للجميع الجميع يعتبرونها هنا في الارجنتين شخصا لا يموت شخصا سيصيبه الخلود رغم ان في لذلك كان الحزن على مارادونا حزنا لا وصف له فرانكو خليه بس اعرف الاول التفاصيل متعلقة بما بعد الوفاة لانه الحقيقة يمكن كان فيه كلام عن فتح التحقيقات في ملابسات وفاة مارادونا بعض الاتهامات اللي وجهت للطبيب المعالج بانه تسبب بشكل مباشر في وفاة مارادونا بالفعل تدور كثير من الروايات وكثير من التفسيرات والتأويلات حول موت مارادونا مارادونا نعرف جمعين انه كان قد اجرى عملية جراحية في رأسه قبل الموت لذلك الكثيرون يعتقدون ان الطاقم الطبيق قد وقع في جريمة الاهمال في المكان الذي كان فيه ولم تستدعى الاسعافات الطبية على وجهه السرعة وبالنسبة لشخص مثل مارادونا ومريض وبعد ان اجرى جراحة في المخ في الرأس كان يجب ان يكون هناك رقابة اكثر ليس في بيت كالذي ينام فيه الجميع لكن كان عليهم ان يجدوا ان يكون مارادونا مستضافا في مستشفى مختلفة لكن نعتقد ان الطاقم الطبيق وكل من كان يحيط بهم اهملوا في اسعافي واهملوا في الاعتناء بها الكثيرون هنا يعتقدون ان موت مارادونا كان يمكن ان يتجنب لو كلمت معك على مظاهر تخليط ذكرى نجم كبير بحجم ديجو ارماندو مارادونا سواء على مستوى النادي اللي كان بيلعب لي بوكا جونيورز او على مستوى حتى الدولة احنا يمكن كان فيه خبر بيتكلم على انه البرلمان الارجنتيني طلب بالفعل انه يتم طباعة صورة مارادونا على العملات الورقية في الارجنتين ما نمى الى علمي ان هذا صحيح لكن لم يؤكد هذا الخبر لكن ما اكيد بالفعل واصبح يقينا بيننا التمثال الكبير الضخم الذي سيرفع عنه استطار بالقرب من احد المطارات المهمة هذا المطار بالمطار اهم في بوينس ايرس هذه كانت وصياته بالمناسبة احد وصيب مارادونا ان يضعوا له تمثلا على بوابة وصول من يصل الى الارجنتين حتى تظل ذكره حاضرة دائما الان يتداولون مسألة الورقة او العملة ذات العشر بيزوهات والعملة اخرى الخمسين بيزو لكن الاختلاف على اي عملة سيضعون صورته لذلك لم يتأكد الخبر بصورة يقينية لكن اعتقد بسبب دوران الخبر بهذه القوة قد يكون تكون المسألة صحيحة وقريبة من التنفيذ ازاي كنت بتشوف العلاقة اللي بتربط بين مارادونا وبين ليوني الميسي في بداية مسيرة ميسي الكروية كان دائما مارادونا بجانبها على المستوى المعني دائما كان يدعمه بالصور المختلفة واقترب منه بعد ذلك عندما اختير مارادونا كمدير فني للمنتخب الارجنتيني ثم بعد ذلك ضغط عليهم حتى يضع له شارط الكابتن كابتن فريق هذه الفكرة كانت فكرة مارادونا من او من بداية مسيرة ميسي لذلك كانت علاقته مع علاقة مهمة قوية جدا لان مارادونا بالمناسبة كان كالطفل يغضب من شخص ما ويختلف معه في الصباح ثم في المساء يذهب ويتصالح معه لذلك كل ما كان يقال عن اختلاف مارادونا مع شخص او اخر واذا ما اطلقى مارادونا كلمة او اخطأ في التعبير او انه اتهم ميسي في بعض الاحيان بان ميسي ليس شجاعا بالمستوى المطلوب حتى يقوم بانتشار الفريق الارجنتيني والحصول على بطولة كبيرة كل هذا كان يطلقه مارادونا من وقت الاخر عندما كان يسأل عن تقييم الاداء الفريق الارجنتيني على المستوى الوطني الاخير في البطلات العالمية لكن هذه التصريحات كانت تصريحات بشخصية مارادونا الذي يغار على بلده وعلى منتخب بلده لكنه كان على الملأ بعد ذلك ما يعترف مرارا وتكرارا بان ميسي موهبة لا تعود وان ميسي موهبة كبيرة وان ميسي يجب ان يرعاه ليس فقط الاوروبيون او برشلونة الى اخير لكن ان يرعاه العالم اجمع لكن هذا لا يمنع ان مارادونا كان من حقه ان يقوم بنقض المستوى والاداء لذلك كان كثير من الصحافين ما يستغلون هذه الفرص لاشعال النيران على مستوى الارجنتين طيب خليمي اسألك برضو لانه لسنين طويلة جدا عشنا على سؤال او جماهير الكرة في العالم كله عشت على سؤال من الافضل بلي ام مارادونا اعتقد ان السؤال في الارجنتين من الممكن انه يكون بشكل مختلف وهل دايما في مقارنة من وجهة نظر الجمهية الارجنتينية في فكرة من هو الافضل مارادونا ام ميسي هذه المعضلة الموجودة في العالم الكل على مستوى كثير في الارجنتين بطبع الحكم ليس موضوعين حكم وجداني اما مسألة بالنسبة الينا مارادونا بالاضافة الى ان مارادونا اصغر من بليم بحوالي عشرين عاما سجلت له مباراة كثيرة جدا سجلت له لقاءات كثيرة جدا الكثيرون مننا ومن جيلينا لم يشاهدوا مباراة بليم في وقتها لم ينفعلوا بها طريقة اللعب كانت مختلفة بالاضافة ان مارادونا كان اللعب الذي يزرع الملعب جيئة وذهابا بينما كان بليم دائما ما يبقى في الصندوق كان محرزا للأهداف من الطراز الاول لكنه كان لا يغادر صندوق احراز الاهداف لكن مارادونا كان يدخل من هنا ويخرج من هنا من على الاجناب من المنتصف لذا لكن ايضا يسجل لفليه انه فاز مع البرازيل بسلاسة كؤوس الكأس العالم مارادونا ما قام بفعل من وجهة نظرك انت شخصيا مارادونا ام ميسي من الافضل من وجهة نظرك انت شخصيا وانا كنت تنظرك كما هي في الارجنتين ديوغو رباندو مارادونا او ليوني الميسي اعتقد ان الشباب هؤلاء في العشرينات دائما ميسي هذه الذاكرة التي يمتلكونها في اخر 15 عام هو اللعيب الاكثر شهرة في العالم الاحتراف هو الاغلى هو الموجود دائما هو السبب الاساسي في فوز برشلونة العديد من الالقاب بطولات دوري بطولات كأس بطولات اوروبية الى اخره كل هذا بالاضافة الى انه يبدو دائما محترفا لا يخرج عن نطاق الاحتراف لكن مارادونا كان دائما محترف احيانا احيانا اخرى يأتي بالمشاكل من كل الجوانب ومن كل الاماكن هل تتوقع فرانكو ان نتائج البرسة ضعيفة في الفترة الاخيرة في نهاية الموسم الماضي في بداية الموسم الحالي بتكتب نهاية قصة ميسي مع البرسة؟ احتمام قولي عن ميسي ومارادونا ان افضل ما في مرادونا يكسب افضل ما في ميسي و افضل ما في ميسي يكسب افضل ما في مرادونا يعني على مستوى الاحتراف والانتزام يكسب ميسي على مستوى اللقطات الفنية يكسب اثنين لكن مارادونا له مذاق خاص فمارادونا هو صاحب الهدف الأشهر في المائة عام الأخيرة الهدف في إنجلترا خاصة من هذا الهدف جاء بعد هزيمة الأرجنتين في حرب مشهورة ضد إنجلترا حرب الفولكلاند لذلك كانت المسألة بالنسبة للأرجنتينيين مسألة حياء أو موت لم يكن فقط هزيمة إنجلترا إلى أخير في عام تسعين أيضا عندما هزمت الأرجنتين البرازيل وإيطاليا إلى أخير لذلك أن مارادونا على مستوى المنتخب الوطني أحرز ما لم يحرز ميسي من انتصاره لكن على مستوى الالتزام والمهنية والفوز مع النوادي إلى أخيره لذلك سيبقى مارادونا أقسر خلودا من هذه النحية فرانكو مينا الصحفي الأرجنتيني بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا وأعتقد إنه ميسي من حقه يكون ليه فقرة منفصلة بشكرك شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم ما إن كنت الحقيقة يمكن من الناس اللي بتميل أكتر لمارادونا أعتقد إنه يعني لعب عبقاري صعب جدا أنك أنت تشوف نموذج يتكرر بشبه الستايل والأداء والمهارة والفكر واللياقة اللي كان بيتمتع بيها النجم الأرجنتيني الروح